الاصديقاء سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم الكرة مع عزيز. في هذه الحلقة سنتحدث عن ولادة مشروع جديد في مجال التكوين في كرة القدم المغربية. وهذا المشروع اخذ النموذج ناجح للأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وهو صهر على تنفيذ المشروع هو ناصر واللي عدوا تجربة كبيرة في المستوى الاوروبي. وفاد بها هاد المشروع دل اكاديمية محمد السادس واللي اعطيتنا لاعبين مثلو في المنتخب الوطني المغريبي. وحقو نتيجة دل اه دل تأهل الى نصف نهائي كأس العلم بقاطر. فخرجو هاد الناس اللي درسوا هاد المشروع وخرجو من وجهة نظر ديالهم. فالناس اللي صهروا الى تنفيذ هاد المشروع. هو كنوحة تقسير كبير في مجال التكوين الشامل على مستوى الاندية. ولكن الى تعمقنا في المشاكل الحقيقية اللي كنا غد نعرفوا المشاكل كتيرة بعدها ومتعدة. فيما يخص الفكرة اللي جابيها هاد المشروع. اولها هي الاندية ديالنا الكبيرة. كتفتقر الى بزاف دل الضروريات اه فكرة القادة. منها على سبيل المثال. فمركز طبي رياضي. مكان تقاش على على مستوى الاندية. مكانش. اه والتعليم كذلك او الدراسة. او التغذية كذلك. فالله ضرنا غير على المستفيدين. واللي هما اطفال يعني من من 13 سنة فيما فوق. اه هاد الاطفال الموهوبين اه عندهم والديهم مثلا او الاخوة ديالهم او والديهم. فا اه الى وقعات غير غير مثلا نوع كالصحي على الاب دياله او الاخ دياله. فخصوا خصوا يمشي المستشفى. والمستشفى غدا تعطيه واحد الراون نضيفه على مدة واحد. واحد شهر او شهرين. هاده ميثال بسيط. فهد لايه ما كيلقاش مقايب قاش مركز معاك. فخصنا نصلحه المسائل او البنيات تحتية ديالنا. فا اه عادة نهضره على المواهب. فخصنا نهضره اولا نصلحه الاندية بعدها. ولا بغينا نهضره تاني على موشكل كبير هي الاندية المغربية. فخصنا نصلحه الاندية المغربية او تسير على مستوى الاندية. ونخلقه واحد الاكاديمية ديل تسير في مجال رياضي. ومجال رياضي بصفة عامة مش غير كرة القادم. ونضمنها كرة القادم. اه او رياضات الخرق. علاش لان هاد اللاعبين. ذي انك تلقى هناك يلقى صعوبة اه باش يلعب مثلا باش يلعب بالسمرار على المستوى الاندية الاوروبية. فالشتي مباشرة بعد ما تأهل المنتخب المغربي الى نسف النهائي دل كأس العالم. فاملي رجعوا اللاعبين ديان الاندية ديلهم فما ملقوش يعني المكان ديالهم ملقوش ملقوش بلاسه مصر. يلقى صعوبة باش انه ورجع يلقى يلقى بلاسه. ليش? لان الاندية الاوروبية فكدت تلعب على حوج خرين وانها بدت تشوف يعني القيمة وبدت تشوف احتية كتلعب على مستوى الربح. فكدت تشوف لاعيبي اللي عندهم قيمة تسويقية. فخصنا خلقوا اندية. اللي هاد اللاعبين اللي غي خرجوا من الاكاديمية خصهم يلعبوه في نادي كبير ويكون نادي مغريبي وكيتوفر على بزاف ديل الحوج. فاول خطوة خصنا نبدو بها هي الاصلاح الاندية ديالنا. وتكون كتواكب تطور في مجال تسويق او تسويق او كرة القادم او كرة القادم. وتلعف يعني الاندية خصت تكون كتلعب على نيفو كبير مش ممكن يواكب تطور ديال اللاعيب. وتلاعي بالقاداته. زي تكون عندها ميزانية كبيرة هاد الاندية. مشي اليوم كنشوفوا لاعيبين دوليين ديال المنتخب المغريبي. فكي خلي الاندية الكبيرة ديالنا. وكيمشي مثلا البطولة المصرية. شنو الفرق? هو الاندية المصرية قد قاها يعني عندها ميزانية وعندها بزيزاف ديال الحويش اللي كتفوق الاندية المغوربية. علش ما نوفروش نصلحه الاندية المغربية هي اللي ولا ديالنا. عاد نفكروه في تكوين ديال تكوين ديال اللاعبين. فتكون دي اللاعبين المشتروع ولكن هوا اطلع الاندية اللي غير العفافين. خصو يشمل جميع الاندية المغربية. مش يلعب غرف واحد تجوش اندية ولا ثلاثة. فخصو يشمل جميع الاندية المغربية وتكون انها مقنة وعند القانون ديالها وعند مسير حامل الشهادات او مخرجين من اكاديمية ديال تسير الرياضي وتعرفوا القانون الرياضي. فباش اي لجاش يرأي سباك قدم مشتروع وكي نشوف ان الانتاج كي يكسر ديال اللاعبين. وكي تولي عندك قاعدة كبيرة ديال اللاعبين. ولا بغين نفدو هاد المشاكل كاملة وهاد المسائل الكاملة نتجاوزوها فاخصنا نصالحوه مع نفوسنا بعدها. ونشوفو اللاعبين اللقدام اللي دازوا على مستوى القرات القادم المغربية. وهد اللاعبين اللقدام راه هما القاعدة هما الساس بعدها. هما الساس اللي وصلوا لي هاد اللعابة هاد اللعابة اللي كي ندابها فاخده اخدوه بزاف وورطه بزاف دل دل المهارات من اللاعيبين اللي قدام فقد قدقى بعدابوا واحد اللاعيبين اللي هم مقدام ومساكن كيعيشوا واحد اه يعني مشاكل كتير ها منهم يعني محمد زوليفال ملقب خاميس ولاعب دل القوات المساعدة وقد قام مثلا اه ولد عيشا الحارس دلطاس والراك وراشا اقادير والقوات المساعدة والمعاناة دياله مع الماراد وكيفاش كيلقع صعوبة باش انه مش يعني المستشفى او او الطبيب وقد قدقات مثلا عبد كبير بنبخته والغزواني والغزواني اللاعب تحاد البيضاء والمشهور اللاعب على المستوى المنتخب المغربي والتمرير دياله الشهيرة في مونديال دل السبعين ملوك اللي كان الان كيعاني من يعني كيعاني من يعني وطاريح الفراش والمعاناة دياله مع الماراد وقد قامتين ان هاد ملوك راه هو مدراسة بعدها اصلا هو مدراسة وعطال الكورة المغربية بلا حساب اعطال لععاب اكبار ومثلوا البوطولة الوطنية ولعبوا في ليكيب ناسيونال وصراحة المرحوم ديال راجا ولبو ديالي ويوعري يوعري القاول دوالنا ربي جازاه بدك بدك الليقول دا انه غاي عاودوا بالزيف ديال الحويش وكنتلم الاندية انه على الاندية بعدها خصت تهلق تهلق بعدها بدك حامل الامتعة لانما ما كتجي وابسط هو انه يجي ويكون واحد كريم ديال هاد الناس امام الجمهور ويصفقوا عليهم لانهم جنود خافة فما كنت نتهلوش في هاد الناس خصنا نتهلو فيهم لانهم هما الاساس هما مرجع هما جنود خافة فحتم اللي كتعطي قيمة لواحد الشخص بانه ساهم معك في حد انجاز وفي حد اه كتعطي قيمة وكتعطي للأه انك رك ركرة لبال هاد الناس فالا جينا نشوفه معالا على مستوى النتائج دي المنتخب المغربية او المنتخبات المغربية فاللقاه الى نصف النهائي نصف النهائي ديالكاس العالم نصف النهائي ديالكاس العالم ديالكاطار قلقاوا فوز بكاس الافريقي ديالشبان اه هما دمال الانجازات. ما كتلقاش مثلا الفوز بالالقاب. فإلا بغيتي تفوز بالالقاب. خصتك توضع واحد البرنامج يكون مقنن وتواجه الحقيقة. الحقيقة خصت التواجه. وانا خصنا نصوب قاعدة يعني قاعدة بنية على 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 بنية على التقيق بينك وبين اللاعب وبين المستفيدين. نتمنى تقول الفكرة وصلت وتحياتي.